منفذ مذبحة كرايست شيرتش برانتون تارنت أشار في منشوره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره رمزا للهوية البيضاء ومجددا لقضيتها وعند سؤاله عن الخطر المتنامي للقوميين البيض المعادين للإسلام قلل ترامب من شأن ذلك قائلا إن هؤلاء هم مجموعة صغيرة جدا لكن ترامب اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل حول الإسلام والمسلمين بين العامين 2011 و2012 ألمح ترامب مرارا إلى أن رئيس باراك أوباما يدين بالإسلام سرا في سبتمبر 2015 أعلن ترامب أمام حشود من مؤيدي بقول لدينا مشكلة في هذا البلد اسمها المسلمين وعند سؤاله عن كيفية التخلص من هذه المشكلة أرضف ترامب قائلا سننظر في تطبيق حلول عديدة في نوفمبر من العام 2015 قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة لأن تدرس وتراقب المساجد ثم قال بعد أيام إن الولايات المتحدة يجب أن تضع لوائح لتعقب المسلمين على أراضيها وقد زعم ترامب أن آلاف المسلمين في نيوجيرسي هللوا فرحا عند انهيار برجه التجارة في 11 أيلول 2001 في ديسمبر 2015 منع ترامب المسلمين من تسع دول من دخول الولايات المتحدة وقال إن المملكة المتحدة تحاول التستر على مشكلتها الكبرى المتمثلة في المسلمين وفي مارس 2016 قال ترامب إن الإسلام يكرهنا وقد أحاط ترامب نفسه بمجموعة من المستشارين المعروفين بعدائه من الإسلام مثل سيباستين جويكا الذي طرد من الاف بي آي بسبب عدائه للمسلمين ومايك الفلين الذي قال إن الإسلام كالسرطان كما اعتبرت بعض التصريحات لجون بولتن ومايك بومبيو أيضا معادية للمسلمين نناقش صعود اليمين وتأثيره ورفضه للفكري لمنفذ عملية كرايست شيرش معنا عبر سكايك من نيوجيرسي دكتور جابريل صومة وعضو لجنة الاستشارية للرئيس دونالد ترام ومن برين دكتورة أروى الخطابي المختصة في الشؤون الألمانية والأوروبية وهنا في الاستوديو الدكتور مكرم خوري مخقول مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف دكتور مكرم هناك مشكلة حقيقية يواجهها الغرب صعود اليمين المتطرف المتشدد هنا في بريطانيا في إحصاء أجرية هذا العام من قبل مؤسسة هوب نات هيت المناهضة للفاشية تقول أن هناك 30% من الشعب البريطاني يعتبر أن الإسلام هو غير متوافق مع نمط الحياة البريطانية إلى أي مدى هذا التفكير قد يكون هو المرحلة الأولى أو الرافد الفكري لما رأيناه بالأمس في كريست شيرج؟ نعم هناك طبعا خيط يربط ما بين كل هذا ولكن صحيح قبل ثلاث سنوات عندما أسسنا المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كيمبرج وجدنا أنه فعلا حتى غالبية مركز الأبحاث والثينك تانكس تظن أن المسلمين فعلا لا يلائمون العيش في المناطق الغربية أو في الأماكن الغربية هذا طبعا تفكير في مراكز أبحاث تعطي استشارات لمتخذي القرارات إذ أننا قمنا وقلنا آنذاك وبما في ذلك راعينا الكبير وهو اللورد الدكتور روان ويليامس قال أن هذا غلط هذا خطأ لا يمكن أن نعتبر دينا أصلا أنه مسؤول عن الإرهاب أو الكراهية ولا يمكن أن نعتبر مجتمعات كهذه وبالتالي ما يحصل في العقدين الأخيرين مدام ملاك هو تنامي الإسلاموفوبيا والكراهية للعرب والمسلمين والفلسطينيين طبعا في الغرب مع أنه يجب أن نذكر أن لا أستراليا ولا نيوزيلاند في الغرب نيوزيلاند في جنوب الجنوب ولكن المجتمعات الغربية التي أتت من الغرب وهي طبعا جزء من الإرث الاستعماري موجودة ومتنامية وأذكر على وجه التحديد هنا الرابط ما بين تعبير ترامب قبل انتخاباته بأمريكا فرست وربط ذلك بحزبين متطرفين في أستراليا وفي نيوزيلاند إذن لدينا في أستراليا أستراليا فرست ولدينا أيضا في نيوزيلاندا نيوزيلاند فرست مع الفارق طبعا بينهما ولكن إن كان مقولة ترامب أو أسلوب ترامب وأيضا سياسات أستراليا فرست أو نيوزيلاند فرست هي أساليب شعبوية ضد الهجرة وضد اللاجئين بشكل عام وضد طمعا العرب والأسيويين والمسلمين جابريل سومة ترامب هو الرافد الفكري هو الملهم لبرانتن تارنت وللرئيس أولا بادئ ذي بدء أود أن أترحم على الذين قتلوا في هذه المجرى في المسجدين ونطلب الشفاء للجرحة ونصلي من أجل الذين فقدوا قريبين لهم في هذه المجرى الرئيس ترامب وصل برئيسة الوزراء نهار أمس وأعرب عن ما جرى هناك عن أسافه وعن حزنه الشديد للضحايا الولايات المتحدة هي أكثر دولة في العالم تستوعب مهاجرين يوجد اليوم في الولايات المتحدة حوالي 44.5 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة ربما واحد أو اثنين بالمئة منهم مسلمين يعني هذا العدد أكثر من الثلاثين عدد سكان فرنسا ومقد إذا بتجمع عدد سكان السويد وفنلندا والدنمارك تضربية اثنين سأمريكا ما عندها حتى عصب ضد أي دين مع أنه ما ذكرته أنا من تصريحات لترامب قبل قليل خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه رئيسا يشير إلى أنه يرى بشكل واضح أن هناك مشكلة في الإسلام ومشكلة في المسلمين هو يقول الإسلام يكرهنا وبالأمس عندما سئل عن تصاعد خطر القوميين البيض العنصريين الذين برانتون تارنت هو واحد منهم قلل من شأن هذا الأمر وقال أنه يعتقد أنهم مجموعة صغيرة جدا وهذا الأمر ليس حقيقيا حضرتك تدرك ذلك بالنسبة لك رجل قانوني أنظر إلى ما خصل في نيو زيلاند في نيو زيلاند المجرم ترك وراه إثباتات تشير إلى أنه يقوم بذلك لعدة أسباب منها أسباب عنصرية ومنها أسباب دينية والطاغ على هذه الأمور هو السبب الديني مثلا يذكر في أحد الصور يذكر شارلز مارتيل شارلز مارتيل كان قائدا فرنسيا حوالي سنة 732 هو الذي أوقف الزحف الإسلامي ضد فرنسا ولو سقطت في ذلك الوقت تورز لكن اليوم الدول الأوروبية كلها دول إسلامية يعني بطل وكأنك تعتبر بطل أنا لا أعتبر بطل أما أقول ماذا ترك وراءه إذا حللت الصور التي ترك وراءه أيضا ترك وراءه أن ترامب هو رمز الهوية البيضاء وهو يجدد إحياء قضيتها الرئيس ترامب ليس هذا الشخص العنصري الذي يتصفونه إذا كان هذا المجرم يعتقد بأن ترامب هو لايك ذات هناك الكثير من يعتقدون في ذلك الأمر هذا لا يعني أن الرئيس ترامب هو وراء هذه العمليات أو يحبذ هذه العمليات دكتورة أروى مفهوم ليس هناك رابط برأيك دكتورة أروى هل هناك رابط بين المجموعات الأحزاب التي هي معطرف بها موجودة في الحياة السياسية ليست منبوذة ليست مصنفة إرهابية كداعش والقاعدة إذا ما نظرنا إلى المقلب الآخر من الإرهاب نحن نتحدث عن أحزاب موجودة في البرلمانات مسموح لها أن تمارس العمل السياسي موجودة في الحكومات تتحدث عن مشكلة أساسية مع الإسلام فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا يقول أن بلاده هي آخر القلاع ضد أسلمة أوروبا يقول أن المجر تريد ضحر الغزاة المسلمين مارين لوبان تقول للمسلمين نحن لا نريد كلم هنا هذا الكلام الصادر من سياسيين أوروبيين مسموح لهم بالعمل إلى أي مدى برأيك يغذي أفراد قرروا أن يقوموا بأعمال إرهابية مثل برينتين تارنت أم أنت من رأي الدكتور سومة أنه ليس هناك رابط الواقع الإرهاب ملة واحدة وهو عبارة عن حلقات مترابطة بعضها ببعض ولا نستطيع أن نفصل ما يحدث في الشرق عن ما يحدث في الغرب والإرهاب الشرقي ينعكس على الإرهاب الغربي للأسف الشديد وأنا كتبت اليوم مقال عن الذئاب المنفردة هذه التي ربما ألحمت هذا الذئب الأخير لقتل الناس وهم يصلون آمنين في المسجد لدينا مشكلة كبيرة وهو أن الإرهاب أصبح له مدارس كثيرة وهذه المدارس كل مدرسة لها فلسفتها فالمدرسة التي جاءت من الشرق هي جاءت لكي ترهب الآخر بحجة نشر الدين أو بحجة الانتقام من الغرب هذا انعكس سلبا على الغرب فتنامت الأحزاب اليمينية في جميع الدول الأوروبية وظهر ذلك جليا في الانتخابات الأخيرة في كل أوروبا تقريبا يعني برأيك تصاعد اليمين المتشدد في أوروبا هو ردة فعل على تفشي التيارات الإسلامية المتشددة أو ما يعرف بالسلفية الجهادية الواقع أن هذه كلها من آثار الحرب الباردة فعندما نرى ما حصل نرى أن الحرب الباردة أسست للجماعات المتطرفة في العالم الإسلامي الذين ذهبوا إلى أفغانستان ثم عادوا إلى أوطانهم بدون أعمال وبدون وظائف وعاطلين هذه المجامع تشكلت نفسها فيما بعد وأسست جماعات إرهابية أسقطت مثلا أفغانستان ثم تشكلت من بعدها حركة جماعة القاعدة هذه الجماعات أدت إلى تزايد الرفض العالمي لها لأنها لم تحصر مجال نشاطها في مكان معين القاعدة وداعش وغيرها مرفوضة من كل العالم ومن العرب والمسلمين قبل أن ترفض من أوروبا والغرب ولم تستطع أن تشكل أحزاب سياسية أو أن تصل إلى البرلمانات أنا أتحدث عن اليمين المتشدد الذي يجاهر أصحابه مثل مثلا شخص يدعى روبرت سبنسر وهو صاحب موقع اسمه جهاد واتش وهذا الموقع هو الذي غذى أفكار أندريس براديك مرتكب مذبحة النرويج هؤلاء الأشخاص يجاهرون باستعمال العنف والإبادة ضد المسلمين هؤلاء يمارسون حياة سياسية عادية يخرجون في الإعلام يتحدثون في منابر ترعاها الدولة إلى أي مدى برأيك هذا يدفع أشخاص متاح لهم السلاح مثل برانتون لارتكاب مذبحك التي قام بها بالأمس في كرايست شيرج الإرهابي سيجد السلاح الإرهابي لا يهمه الإنسانية هو سينظم نفسه بالطريقة التي يراها والإرهابي لا يحتاج لمن يغذي إرهاب الإرهابي عنده استعداد للإرهاب وبالتالي سيجد من وكما أشرتي من قبل أن الجماعة الدينية في الشرق لم تؤسس أحزاب ولم تحكم هذا غير صحيح الواقع أنهم حكموا في أفغانستان وحكموا في دول أخرى والواقع الأشد خطورة أن هناك من مولهم من الحكومات الرسمية وهنا المشكلة وإن كانوا لم يحكموا في بعض المناطق ولكنهم أقوياء جدا المشكلة في الغرب أيضا ما الذي تريدين أن تقولوا باختصار دكتورة حتى نفهم النقطة التي تحجين فيها لو سمحتي أريد أن أقول بأن الإرهاب ملة واحدة وكلها مطرحة حلقات تهدت بعضها البعض وستدعم بعضها البعض ممتاز إذن هي منظومة تغذي بعضها البعض دكتور مكرم لا للأسف الطرح من الضيفة من ألمانيا لا يتماشى مع السوسيولوجيا وسيكولوجيا التطرف لا يولد الإنسان إرهابيا هذا شيء منافي للبيولوجيا والسيكولوجيا ولكن ما يحصل هو أنه نتيجة إرسال رسائل من قبل سياسيين ومجموعات سياسية يمكن أن يصبح الإنسان الفرد أن يصبح متشددا وبعد أن يصبح متشددا عليه أن يمر بما يسمى عملية التطرف The process of radicalization وبعد التطرف هو يصبح إن كانت طبعا هناك تنامي أكثر لتشدده وتطرفه ممكن أن يتحول إلى إرهابي وعندها يستعمل السلاح ضد الآخرين ولكن ليس هناك علاقة سببية بين ما يحصل في الشرق وما يحصل في الغرب من ناحية تنامي الإرهاب نحن نعرف أن أصلا الحركات المتطرفة والمتشددة في الغرب نشأت قبل أن يصعد الإسلام السياسي أصلا على الخارطة وأصلا الأحزاب المتطرفة بالغرب تأسست قبل 9 من 9 ألفن 2011 من أيلول ليس هناك علاقة ما بين الإسلام أو الإسلام السياسي أو المتطرف أو الحركات الدواعش وإلى آخره وما بين يحصل في الغرب السؤال حتى نأتي إلى الزبدة هل برأيك يجب تجريم الفكر اليميني المتشدد المتمثل بالمؤمنين بتفوق العرق الأبيض كما يتم تجريم فكر السلفية الجهادية أو رخوان مسلمين أو القاعدة أو داعش أو سمي أي فكر تريد في المقلب الآخر عندما تطالب حكومات الغرب الدول العربية بتغيير مناهجها بتجريم هذه الأحزاب بمنع بعض المشايخ من الظهور على المنابر في الجوامع هل يجب على العرب والمسلمين اليوم أن يطلبوا من الحكومات الغربية أن تجرم هذه الأحزاب وأن تمنع هؤلاء السياسيين من التحريض على المسلمين والمهاجرين بنفس القوة؟ طبعا باختصار طبعا ولماذا؟ لأن ما يأخذ عليه الحسبان في الشرق يجب أن ينفذ في الغرب وهذه الاجدواجية في المعايير لا يمكن أن تستمر ونحن نعرف تماما وهذا ما سألته لإحدى الضيفات السابقات ولم تجب على ذلك نعم هناك قانون إرهاب في نيوزيلندا وهذا القانون فقط جاء عام 2002 بعد سبتمبر 11 بعد 2001 وعندها قام وأقيم فقط لكي يكافح الإرهاب العربي أو الإسلامي وفي 2007 أجروا بعض التعديلات عليه ولكن الآن هذا القانون وكل القوانين التي تتعامل مع الإرهاب في الغرب بالتحديد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الآن الإرهاب الأبيض وأقول الإرهاب الأبيض العرقي لأنني أرفض تماما حتى إشارة من الضيف من أمريكا أن الموضوع هو بين الإسلام والمسيحية لا يا أستاذي الموضوع ليس بين الإسلام والمسيحية الموضوع بين الإسلام وحركات متطرفة في الغرب وإن كان وإن أراد الغرب أن يخطف المسيحية المشرقية والعربية جزئيا منه ويستعملها ويستغلها وذكر شارب مارتيل مارتيل من 741 هذا لا يقول على الإطلاق أن هذا مثال ديني على الإطلاق إنه مثال أوروبي فرنجي لا علاقة له بالمسيحية الأصلية وهذه نقطة مهمة لكي يفهم الجميع أن الموضوع هو بين الجهات المتطرفة في الغرب وبين المسلمين ولذلك نقول أن غالبية المجتمعات المسلمة في العالم هي مجتمعات مسالمة ولا يمكن التوجه إلى الدين الإسلامي واتهامه بالتطرف في العالم من جهات غربية ويجب أن يتوقف ذلك علميا قانونيا إجرائيا إداريا ولكن المشكلة هي أن الأنظمة العربية ليست لديها قوة أن تقف أمام الأنظمة الأوروبية وتقول لها ما تريد أن تطبقونه علينا يجب أن تطبقونه عليكم أنتم ما رأيك دكتور سومو؟ أنا أعارض ما يقوله الزميل دكتور مكرم لأنه إذا نظرنا في السنوات الأخيرة السابقة آخر أرمى خمس سنوات نجد أن هناك أن خمسين كنيسة حرقت في مصر سنة 2013 هناك مئات من الأشخاص الذين قتلوا في مصر في سوريا في العراق في لبنان لسبب واحد وهو لأنهم من الدين المسيحي يعني لماذا نحاول أن ننكر هذه الأمور هذه الأمور متواجدة هناك أعداد عشرات الأضعاف من المسلمين قتلوا على يد نفس الجماعات المتطرفة المسمى داعش وأخواتها بس بدي أذكر لك إحصائية ذكرها علي صوفان وهو أحد عملاء الأف بي آي السابقين وعنده مركز صوفان أن تعرف أكيد حضرتك قال أن بين العامين 2009 و2018 73% من الجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة الأمريكية والمرتبطة بالتطرف ارتكبها عنصريون بيد 73% من الجرائم 23% فقط من هذه الجرائم ارتكبت على يد أفراد مرتبطين بالسلفية الجهادية و3% تقريبا ارتكبت على يد متشددين يساريين هذا يشير بوضوح إلى أن هناك مشكلة كبرى لا يتم الحديث عنها يتم توجيه كل الانتباه إلى من يقوم بالأعمال الإرهابية منتمين إلى السلفية الجهادية وهذا أمر مشروعي لا نقول أنه لا يجب التركيز الانتباه هنا ولكن هناك أيضا مشكلة أخرى كبرى مرتبطة باليمين العنصري سيدتي إذا حاولنا أن ندرس الوضع الديني في الشرق الأوسط عندما جاء الإسلام في القرن السابع من بعد وفاة نبي المسلمين سنة 632 بدأ الزحف الإسلامي في سوريا والعراق وفلسطين وباقية الدول العارية وفي خلال عشر سنين وصل إلى الهند فإذا الشعب اللي كان موجود بهذه الفترة من أي ديانة كانوا مسيحية وكانوا يهود اليوم في الدول العربية لا تجدين مسيحي قلة قليلة جدا هذا غير صحيح لماذا؟ هذا غير صحيح هل تجيب على هذا السؤال؟ لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه سؤال غير صحيح الكنائس في لبنان وفي العراق هناك عودة المسيحيين في مصر موجودة الكنائس وفي سوريا السؤال هنا هل تعتبر حضرتك أن داعش هي الإسلام؟ الداعش مبنية على أساس القرآن والأحاديث النبوية والشريعة الإسلامية أنا قرأت كتاب ابن تيمية معنى ذلك أنك تعتقد أن المنشور برينثين تاريند هو مبني على الإنجيل لا هو مبني على العنصر الديني الذي هو يعتقده بأنه أثر كثيرا وسبب ضحايا مسيحيين كثيرين في دول الشرق الأوسط وفي أوروبا ما رأيك دكتور مكنا بصراحة مجرد محاولة السيد سومة إقحام المسيحية المشرقية في الإرهاب الغربي الأبيض هي محاولة فاشلة للأسف وليس لها هناك أي أساس وأصلا لم نشهد مقتل للمسيحيين العرب والمشرقيين إلا تحت ظل الدخول الاحتلالي الأمريكي والغربي في المشرق العربي وعالمنا العربي العربي المسيحيين عاشوا بأمان في أوطانهم مع إخوانهم المسلمين بدون أي مشكلة إلى أن دخلت القوات الغربية الغازية وغذت الكراهية لا بل دعمتها ماليا وما زالت تدعمها إذن ليس هناك علاقة وليس هناك أي رابط سببي بين الإرهاب الغربي والمسيحية المشرقية سريعا من الدكتورة أروى من نقطة أنه داعش مستوحى من القرآن ومن الإسلام ما هو السؤال بالضبط النقطة التي أثارها دكتور جابرييل صومة هل توافقية عليها بأن نعم داعش هي تعبر عن الإسلام نعم هذه الحقيقة ويجب أن نصرح أنفسنا بكل صدق وبكل أمانة وأن نواجه أنفسنا داعش جاءت تطبق الإسلام كما هو حرفيا ولم تأتي بشيء من عندها وإنما جاءت بنصوص كما هي كما هي في المصة الديني لم تحرف ولم تغير ولم تبدل جاءت بنصوص وطبقته كما هو موجود هم جاءوا من أجل الإسلام الصحيح وطبقه هذا الإسلام بما فيه من سبايا بما فيه من ارتفاع لأنه يجب أن يكون هناك رد على هذا الكلام منك دكتور جابرييل أعتقد أننا سمعنا الكلام لأجل الأمانة من الضيف من أمريكا وللأسف من الضيفة من برلين وطبعا كلاهما لديهما الحق بأن يفكر دعنا نتكلم دعنا نتكلم لا فاطعنا يا أخي للأسف الشديد نحن نريد أن ننكر لدينا مصيبة كبيرة وليجب أن نعترف بها قبل أي شيء آخر لدينا مصيبة ولا بد أن نحمل أنفسنا قبل أن نحمل الآخرين ما يحدث في العالم لا يجب أن نغطي على أعيننا وننكر أن ما يحدث هو بسببنا أولا وأخيرا عندما ننكر ونرمي باللوم على الآخرين كأننا مظلومين وكأننا لسنا السبب فيما يحدث للأسف الشديد يجب أن نعترف يجب أن نعترف يجب أن نعترف دكتور مكرم لا سريعا بس اسمع عدد الفعل عشر ثواني ما بقى عندي وقت يعني ما أفهمه من الضيفين أن الأبرياء الذين قتلوا وذبحوا في كرايست شيرج وسوريا والعراق وكله يجب أن يذبحوا لأن الإسلام وفقا لي مكرم لا لم نقل هذا الكلام لم نقل هذا الكلام ولا تقولنا ما لم نقول ويجب علينا أن نرد في هذه العشر ثواني نحن نريد أن نقف في مسؤولية ونصارح أجيالنا يا أختي مسؤولية ماذا وأنت تقولين أي مسؤولية تريدين من الضحايا المشرقيين العرب المسلمين في نيوزيلة أن يتحملوا هل لأنهم كانوا مسلمين كان يجب ذبحهم كأبرياء هذا كلام غير أخلطه وغير مقول من قال هذا الكلام هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا انتهى وقتا للأسف وعلي بعض حوار آخر في هذا البرنامج للأسف كنت أريد نصل إلى نقطة واضحة نفهم منها ماذا يريد ضيوفنا شكرا لك دكتورة أروى الخطاب المتقصة في شؤون الألمانية الأوروبية من برلين أشكر دكتور مكرم خوني مخون مدير المركز الأوروبي لدرسات تطرف في الاستوديو من الولايات المتحدة نيو جيرسي دكتور جابريال سوم وعضو لازنة الاشتشارية للرئيس دونالد ترامب شكرا لك